صديق إلى شاني التربوي دفعت حركة نقابات التربية بشأنها إضرابات متواصلة بتلميذ إلى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بإطلاق هاشتاويات جد عالية من المشاركات. نتابع في تقرير إبراهي برقش أخيرا كسر التلميذ هاجس الصمت إزاء ممارسات بعض النقابات التي حولتهم إلى رهائن أمام الإضرابات المتواصلة التي تشنها نقابات قطاع التربية والتي لا تحمل أي صبغة بضغوجية تحرك التلميذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد السياسات النقابات حيث حقق هاشتاق التلميذ ضحية الإضراب مستويات كبيرة جدا من المشاركات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أين أجمع الجميع على شعار كفاكم يا نقابات التلاعب بنا نقرأ سنة رابعة ابتدأين جد صباح قالوا لماذا تقرأيش؟ هذه أختيات تقرأ معا سنة تانية اليوم ما دخلنا صباحة ثمانية ومبادئ قعدنا في الساحة باش خرجونا وقالوا اليوم ما غدوى ما تقرأوش تلميذ في حالة غضب ونقابات تناور والنتيجة التلميذ أكبر الخاسرين هو أنوان للمشاركات التي أعقبت إطلاق الهاشتاق التلميذ ضحية الإضراب المنظومة التربوية التي تنام لتستيقظ على وقع الإضرابات تحتاج اليوم إلى مراجعة شاملة للعمل النقابي